أخذت ألحام الناس مش كتير خالص في حياتي يعني يعني انت اشتركت مع إيهاب عبدالواحد في الحد اشترك مع إيهاب وتامر علي لحنلي ثلاث أغاني وعزيز لحنلي أغنية أخر حاجة أول تعامل مع عزيز ومش عايز خايفة أنسى حد يعني أنا ببقى وعمر مصطفى اشتغلت معي في تتر مسلسل ولما أعطي مع عمر بالتحديد عمر مصطفى غيرته حاجة لأ عمر لما يعني عمر لما لحن لحن لعسلي ولا كان اللحن لحن لعسلي والليسي كانت أغنية مع ألا والليسي مع بعض كان مسلسل اسمه وش تاني وقالي مع الوش التاني وديهم الوش التايواني كانت أغنية تحت مسلسل كريم عبدالعزيز وعمر بتقابلناش أصلا بقى يعني عمر بعت الأغنية التميم وتميم تكلمنا وفي سمعنا عجبني روح تغنيت فما كانش فيه مغيرتش ولا حاجة لا مغيرتش ولا حاجة لأنه أنا بالنسبة لي برضو يعني خلي بالك أن أغنية تيتر برضو مدي مش أغنيتي فأنا برضو مش هقدر أتدخل أقوي بس لقيت نفسك فيها مدام عجبتني تمام لو ما عجبتنيش بخلص أقولهم لأ أنا بعتذر ومحمد يحيا طبعا أنا ومحمد يحيا إزاي أنا برضو ده مهمة جدا محمد عملت معايا أخر أغنية نزلتلي ودلوعة وعملت معايا كمان تيتر مسلسل في رمضان اللي فات طبعا من ملحنين مهمين جدا ولي برضو وتامر علي عمل لك إيه تامر علي أو عمل لي أغنية من قرب الأغاني إلى قلبي اسمها أديني بعيش وكان توزيع نادر حمدي الله وكلمات أستاذنا بهاء دين محمد طبعا طبعا فالتلاتة بالصراح ما قدرش رفت حبق بكلمة يعني أقول لهم إيه دول الله التلاتة وعملنا مع تامر برضو عايشين كلمات أمير تايمة وتوزيع حسن الشفعي الله وكانت أغنية هاوس ومن الأغاني اللي برضو فخور بيها جدا بالكواليتي بتاعتها نهاية كانت معمولة في 2012 وده طبعا حسن بقى إن هي تقدر تشتغل غاية النهاردة وتبقى حسنها أغنية جديدة 100% وعملني أغنية اسمها هنخاف من إيه كالكلمات محمد عاطف وألحانه وتوزيع أسما الهندي ألحان حسن الشفعي لا ألحان تامر علي تامر علي آه أوكي دول التلاتة اللي عملت تامر عمهم لي كن كلهم في قلبهم واحد آه وكان كلهم مختلفين وكان كلهم موزعين كان أول مرة أشتغل معاهم آه وكان ناس أول مرة أنا كنت تدير فورميلة ما كنتش أنا متعود عليها آه يعني إن عمير يكتب لي واستاذنا بها قدي محمد يكتب لي ومحمد عاطف يكتب لي آه فالأغاني اللي أنا أخلي بالك اللي هي أنا مليش إيد فيها آه ببقى مؤدب جدا يعني لأن أنا لأن أنا عجبني اللح بس بتقربها ليك بقربها ليه أولا وعند دي حاجة طبعا يعني طبعا بس قصدي بقى ما بحطش يعني ما بفردش رأي ومدام عجباني خلاص بقى يعني يعني بسيب شوية لأن الأغنية بتاعتك لما بتاعتك دي بنتك آه فأنت بنتك دي أنا بقولك أنت بتبقى قاعد على البيانو روحك فيها بتعملها وشايف توزيعها أي فأنت حتى وإنت شايف توزيعها دي بتعيد على البيانو كم مرة فبيبقى صعب قوي عليك إن انت تقبل وجهة نظر تانية وصعب قوي عليك إن انت تشوف حاجة جديدة خالص بتبقى صعب قوي ولكن لما بتبقى حاجة وعزيز شافعي عزيز بقى احنا عملنا دمدن مع بعض وكلمات تامر حسين وأنا برضو مبسوط جدا جدا بالتعاون مع تامر وعزيز وتامر برضو شاعر كبير وعنده نفس الملكة اللي هي برضو ترجمة المشاعر بس احنا لسه ما الحقيقناش إن احنا نشتعلم مع بعض كتير بس عندي إحساس طبعا إن شاء الله إن هيكون في تعاون كبير قوي ما بيننا في المستقبل إن شاء الله